أمام الأمم المتحدة تفصل أوراق النتائج التي وصلت إليها يونام العراق التفاصيل المدوية والتي كانت رؤية ثاقبة لخبراء عراقيين فيما مضى تصل إليها اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلس خارت بإحاطة كشفت عن أرقام ونتائج ما يغرق فيها العراق من فساد يضربه شكل خطير أمن وقتصاد البلاد أفة الفساد التي أصبحت الوصف الأول لحال العراقي والعراقيين باتت تؤدي لمخاطر كبيرة في الناتج المحلي الذي كشفت أنه قد ينخفض لنسبة 9.7% المنظومة التي تحركها رموز النفوذ والمصالح الشخصية وتحقيق طموحات خارجية تؤدي بحسب بلس خارت إلى نتائج وخيمة قد تطيح بمستقبل البلاد اقتصاديا بشكل يضعف قدرة العراقيين على الانتاجية الذاتية تفاصيل النتائج المثبتة في ميزان الخسارات التي سينالها العراق في الأيام المقبلة بحسب خبرائه ما تزيد من فرص التوتر الأمني أيضا والذي يأتي نتاج الاقتتال على المصالح بعيدا عن مصلحة الوطن العليا الفساد لم يضرب اقتصاد البلاد فحسب بل جعل الفقر في العراق يصل لمؤشر خطير جدا يتمثل بارتفاع وصل الميزيد العاشرة بالمئة خلال الأشهر الأخيرة حيث يعاني ثلث سكان العراق الآن من مكوثهم تحت خط الفقر عنوان الفساد ونتاجه الفقر المتفشي في البلاد واقع أمام الحكومة الحالية فإما أن تنقذ ما تبقى من فرص لحياء الواقع المعيشي أو أن تصل الأمور لواقع أكثر صعوبة في العام المقبل اشتركوا في القناة